رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم جعلنا من عبادك المخلصين الصادقين الخاشعين سنتكلم اليوم عن رجل من كبار الصالحين يقال له والراد العجلي عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه قال كن ذات يوم عند ابن ذر وهو يتكلم فذكر رواجف القيامة وزلزالها فوثب رجل من بني عجل يقال له والراد فجعل يبكي ويصرخ ويضطرب فحمل من بين القوم صريعا مغمن عليه حمل من المجلس فقال ابن ذر ما الذي قصر بنا وكلم قلبه حتى أبكاه ما هو حالنا نحن لما نحن ما أصابنا ما أصابه من الخشوع والخوف حتى صرخ هذا الصراخ وبكى وأغمي عليه ونحن ما صار لنا هذا ما الذي قصر بنا وكلم قلبه أي جعل قلبه محترقا مجروحا فأعطاه الله تعالى البكاء والله إن هذا يا أخي بني عجل إلا من صفاء القلب وتراكم الذنوب على قلوبنا قال عمر قال أبي عمر بن حفص يقول عن أبيه وكنت أرى ورادا هذا العجلية يأتي إلى المسجد مقنع الرأس مغطي الرأس فيعتزل ناحية يأخذ ناحية من المسجد فلا يزال مصليا وباكيا وداعيا ما شاء الله تعالى له من النهار ثم يخرج فيعود فيصلي الظهر فهو كذلك بين صلاة وبكاء حتى يصلي العشاء ثم يخرج لا يكلم أحدا ولا يجلس إلى أحد فسألت عنه رجلا من حيه ووصفته له فلان كذا من حيكم قلت شاب من صفته كذا من هيئته كذا فقال بخن يا أبا عمر أتدري عن من تسأل ذاك وراد العجلي ذاك الذي عاهد الله ألا يضحك حتى ينظر إلى وجه رب العالمين حتى ينظر إلى ذات الله يوم القيامة والمؤمنون يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة قال أبي وكنت إذا رأيته بعد هبته يعني أرى له هيبة قال عمر وحدثني سكين بن مسكين رجل من بني عجل قال كانت بيننا وبين ورات قرابة فسألت أختا كانت أصغر له أخته أصغر منه فقلت كيف كان ليله قالت يبكي عامة الليل ويصرخ قلت فما كان طعمه قالت قرصا في أول الليل وقرصا في آخره يفطر على شيء وتسحر على قرص عند السحر قلت فتحفظين من دعائه شيئا قالت نعم كان إذا كان السحر أو قريب من طلوع الفجر سجد ثم بكى ثم قال مولاي عبدك يحب الاتصال بطاعتك فعنه عليها بتوفيقك يا أيها المنان مولاي عبدك يحب جتناب صخطك فعنه على ذلك بمنك أيها المنان مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح الفائزون قلت فلا يزال على هذا ونحوه حتى يصبح حتى يطلع الصباح قال وكان قد كل من الاجتهاد جدا وتغير لونه ظهر عليه آثار الاجتهاد في العبادة قال سكين فلما مات وراد فحمل إلى حفرته نزلوا إليه ليدفنوه في حفرته فإذا اللحد مفروش بالريحان نوع من الورود القبر مفروش بالريحان فأخذ بعض القوم الذين نزلوا إلى القبر من ذلك الريحان أخذ شيئا وضعه في جيبي فمكث سبعين يوما طريا لا ييبس ولا يتغير طري لا ييبس ولا يتغير يغدو الناس ويروحون وينظرون إليه فكثر الناس في ذلك عند ذلك خاف الأمير أن يفتن بعض الناس فأرسل إلى الرجل فأخذ ذلك الريحان منه وفرق الناس قالوا وفقد أو قال سكين وفقد الأمير من منزله ذلك الريحان لا يدري كيف ذهب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر